المستشفيات الجامعية التعليمية من العلوم والتكنولوجيا يتم اختيارهم وارسالهم الى بعثات الى الولايات المتحدة الامريكية كندا استراليا المملكة المتحدة فرنسا المانيا فقط لا غير ويعودوا للعمل بهذه المستشفى بمعنى مدربين على مستوى متقدم ومتخصص جدا وفي بعضهم فيه منسميها الصبس بشياليتي بمعنى هو تخصص العام ومن ثم تخصص على التخصص اللي هو التخصص الدقيق بنسميه اذا اخذنا هذه الزاوية يجب توفير كل ما نستطيع لكي يمارسوا الخدمة بمعنى تجهيز المستشفى امكانيات المستشفى مختبرات المستشفى يجب ان تكون على هذا المستوى العالي نعم من هنا حقيقة اهمية المستشفى الجامعي اضافة الى ما يسمى بالتعليم الطب المستمر او التطوير المهني المستمر لمواكبة مستجد رقم ثلاثة البحث العلمي من مهام هذه المستشفيات وتطوير البحث العلمي بحيث يعني يكون في عندنا احدث مستجدات في عالم الطب لتقديمها لمرضانا المستشفى هذه ايضا فيها تجهيزات خاصة بالنسبة للاعداد البشرية غير المعدات والمختبرات نعم بمعنى عندنا مثلا الوحدات العناية الحثيثة يجب ان تكون حسب المعايير الدولية العناية بالخداج العناية بالاطفال الجراحة اليومية فهذا كلاته من مهام المستشفيات الجامعية وكما عشرتي حضرتك لموضوع تعليم وتدريب طلبة الطب طلبة التمريض العلم الطبي المساندة الاسنان الصيدلة وهذا لحاله مسار كبير وهذا عالم اخر نعم